اشتركوا في القناة ممثلا بالقائمة بالأعمال السيدة عبد الشريف أصحاب المعالي والسعادة أصحاب السيادة والفضيلة المشاركون في المؤتمر الأعزاء الحفل الكريم أهلا وسهلا بكم في افتتاح مؤتمر التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع من أجل العيش معا بسلام الذي تنظمه مؤسسة أديان بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والمركز التربوي للبحوث والإنماء وبدعم من السفارة البريطانية في لبنان يأتي هذا المؤتمر جامعا لنخبة من ثلاثين خبيرا وباحثا وصانع سياسات في مجال التربية على المواطنة والتنوع من لبنان ومصر وسلطنة عمان والعراق وتونس والمغرب والأردن وفلسطين والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان والنمسا يحمل هؤلاء الخبراء هما وهمة مشتركين بهدف توعية الأجيال وتربياتهم على الأسس السابتة للعيش معا من خلال اعتبار التنوع بين الأفراد والجامعات عامل إثراء ومصدر للفهم المتبادل وذلك عبر التنشئ على مبادئ المواطنة وقيامها مواطنة مبنية على الاعتراف بمختلف أشكال التنوع ومؤسسة على قيم مشتركة وعلى مبدأ مشاركة الجميع في الحياة العامة وخدمة الخير العام لذلك يهدف المؤتمر إلى دراسة المقاربات المفاهيمية والخبرات المتنوعة في التربية على السلام وعلى المواطنة والتنوع وسقل التفكر في هذا الموضوع ضمن الصياق العربي يهدف أيضا إلى تبادل التجارب الناجحة والرائدة في التربية على المواطنة والتنوع في السياقين الغربي والعربي كما يهدف إلى مقاربة التربية على المواطنة الحادنة للتنوع كأداة للحد من التطرف ولمكافحته وتقديم التربية على المواطنة الحادنة للتنوع كنموذجا للإصلاح التربوي في العالم العربي ويأتي أيضا هذا المؤتمر في سياق حراك تربوي في المنطقة العربية يعبر عن يقاضة في مواجهة التحديات فإن الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة مؤتمرات منها مؤتمر وزراء التربية العرب في شرم الشيخ في شهر كانون الثاني 2015 وأتى في البند الرابع عشر من بيان المؤتمر نلتزم إدماج قيم المواطنة والانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر ومهارات القرن الواحد والعشرين ضمن النظم التعليمية في منطقتنا وذلك ضمن خطة 2015 إلى 2030 مؤتمر التربية على المواطن العالمية من تنظيم اليونسكو ومركز المالك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار ووزارة التربية المصرية والأزهر الشريف في أوائل هذا الشهر الجاري في مصر والذي أفضى إلى ضرورة إدراج التربية على التعددية الدينية ضمن برامج التربية الوطنية مؤتمر التربية على التعددية الدينية للإزهرسكو ومركز المالك عبدالله الحوار الذي عقد في الرباط في عشرين الجاري والذي أوصى بإدخال التربية على التعددية الدينية ضمن مناهج التربية الدينية ومؤتمر كلنا للعلم لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في 21-22 الجاري حيث دع رئيس الحكومة اللبنانية الأستاذ تمام سلام إلى وضع استراتيجية تربوية وإلى اهتمام خاص لمناهج التربية المدنية والتعليم الديني لقد اعتمدت مؤسسة أديان المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي والديني على أنها نتاج قبول التنوع ضمن المجتمع الواحد وتحفيز الحوار والتفاعل الحضاري بين مكوناته في سياق الحياة العامة من خلال اعتباره مصدرا للغنى الجماعي المشترك واعتبار الشراكة مع المواطن الآخر على الرغم من اختلافه الثقافي أو الديني جزءا من عملية بناء الذات الفردية والمجتمعية ويسهم ذلك في تكوين الثقافة الوطنية الجامعة وتحديد معالم الهوية الوطنية المشتركة من دون هيمنة مجموعة على أخرى أو فرد أحادية ثقافية معينة وفي إطار الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات التربية على المواطنة في لبنان وفي العالم العربي لكي تأتي ملائمة لهذه الأهداف والانتظارات الجديدة بشكل يخاطب التنوع ويديره بطريقة إيجابية ويواجهه في آن خطر التطرف بدأت مؤسسة أديان منذ ثماني سنوات بالعمل على تطوير التربية على المواطنة والعيش معني والتنوع الديني في المدارس اللبنانية وقد نالت هذه الخبرة تقديرا عالميا من قبل تحالف الحضارات في الأمم المتحدة حيث حصلت أديان في العام 2013 على الجائزة الثانية عالميا للتربية على العيش معا بسلام في عالم متنوع وساهمت هذه الخبرة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع في المناهج الرسمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء وبدعم مشكور من الحكومة البريطانية وشكل حدث إطلاق الشرعة الوطنية للتربية على المواطنة والعيش معا وتوقيعها رسميا من قبل معالي وزير التربية ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ومنصق تجمع المؤسسات التربوية الخاصة ورئيس مؤسسة أديان في 15 آذار 2013 محطة أساسية ومدماكا ثابتا في عملية البناء التربوي والوطني هذا وأكدت الشرعة في مادتها الثانية على أن المواطنة الحاضنة للتنوع تتحقق بالتحرر من خطري الإنصهار والطائفية حيث يدعي مفهوم الإنصهار بمعناه الشمولي بناء الوحدة على أساس ذوابان الجميع في بوطقة واحدة ما يفقد مجتمعنا غنى التنوع ويشعر المواطن بعدم الاعتراف بجزء أساسي من كيانه الشخصي والجماعي أما الذهنية الطائفية المنغلقة على ذالها فتسجن المواطنين في العصبيات وتفقدهم هامش الشراكة والمسؤولية على أساس الثوابت الوطنية الجامعة بناء على الشرعة وعلى أساس مراجعة كتب التربية الوطنية والتنشئة المدنية والاجتماع والفلسفة والحضارات وتقييمهما على ضوء الشرعة تم وضع المنهج العام للتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني في التعليم العام قبل الجامعي وقد ترافق إصداره في 14 نيسان 2014 مع تعميم وزاري يتعلق بتطبيقه كمادة مندمجة في التربية الوطنية والتنشئة المدنية لمرحلتين التعليم الأساسي والثنوي ومواد الفلسفة والحضارات وعلم الاجتماع في مرحلات التعليم الثنوي تلا ذلك تطوير الدليل التدريبي لمدربي المعلمين على التربية على المواطنة الحاضنة للتنوع الديني وتطبيقه كما وتأليف كتاب الفلسفة والحضارات للسنة الحادية عشر فرع الإنسانيات كنموذج لأعادة تأليف الكتب بناء على المنهج والعمل مستمر في تدريب الأساتذة وفي تأليف الكتب في مواد الفلسفة والحضارات وثم التربية ولمقاربة موضوع المواطنة الحاضنة للتنوع الديني والثقافي ليس فقط في التربية المدانية أو مواد الفلسفة والعلوم الاجتماعية بل في التربية الدينية بحد ذاتها أطلقت مؤسسة أديان بالشراكة مع المرجعيات الدينية في لبنان دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ومجلس كنائس الشرق الأوسط بالتعاون مع مؤسسة دانمشن ودعم من برنامج الشراكة الدان نماركية العربية مبادرة جمعت المسؤولين عن التعليم الديني والمتخصصين فيه المعينين من قبل المرجعيات الدينية والمنتمين بالتالي إلى الطوائف والمذاهب المختلفة للعمل والبحث المشترك على قيم الحياة العامة من وجهتين نظر الديانتين المسيحية والإسلامية مما أفضى إلى دليل مشترك للتربية على قيم المواطنات الحاضنة للتنوع من وجهة نظر المسيحية والإسلام تحت عنوان دور المسيحية والإسلام في تعزيز المواطنات والعيش معا ويحتوي الدليل على دروس في التربية الدينية المسيحية والإسلامية حول قيم قبول الآخر والعدل واحترام القوانين والعهود كما ويتضمن اقتراحات لخطب جمعة وعظات أحد عن هذه المواضيع وتعمل مؤسسة أديان بالشراكة مع المرجعيات الدينية على تدريب المعنيين في الخطاب الديني ومدرسين مادة التعليم الديني على الدليل ومواضيعه وعلى إدراج مضامين الكتاب في دروس الدين كما على وضع دليل ثاني يتضمن ثلاث قيم أخرى وهي كرامة الإنسان والخير العام والأمانة وكلا تبقى التجربة منحصرة في لبنان دعية مؤسسة أديان من قبل مؤسسة أنالينت وبدعم من الاتحاد الأوروبي للعمل على تدريب تربويين من عشرة بلدان عربية وعلى دليل عربي للتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع فنظمت المؤسسة ورشة عمل تدريبية لستين مرب ومدرب وصانع السياسات من تربوية من البلدان العربية العشرة الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط أو القريبة منه وهي موريتانيا، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا وعلى إثر هذه الدورة جمعت مؤسسة أديان فريقا من المتخصصين العرب في مجالات العلوم السياسية والاجتماعية والما بين ثقافية والما بين دينية كما وممتخصصين في التربية من مصر وسوريا وفلسطين وتونس ولبنان لإعداد دليل عربي للتربية على المواطنة الحاضنة للتنوع منطلقا من خصوصيات البلدان العربية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط ومخاطبا إشكالياتها راسما في شقه النظري والعملي الأسس التي تبنى عليها المواطنة الحاضنة للجميع في أوطاننا والتي تساعد على استدامتها استنادا إلى هذه التجارب وغيرها أنشأنا في مؤسسة أديان معهدا نريده قاعدة تحاول الإجابة على التحديات الدولية والعربية بشكل خاص في موضوع السياسات التربوية وتطويرها لتسعى الاختلاف ولتؤسس لمواطنة فعالة كما تحاول العمل في البحث عن استراتيجيات لضحة التطرف فإن معهد أديان يعمل لهدفين متوازيين الإسهام في تطوير تفكر نقدي وموارد مبنية على أسس راسخة بهدف إدارة التنوع الديني في الحيز العام وبناء قدرات الشباب والتربويين والقيادات الاجتماعية والدينية لبناء السلام وتعزيز التفاهم الما بين ثقافي والما بين ديني وتطوير التعاون على الصعيدين المحلي والعالمي ويحقق المعهد أهدافه من خلال برامج تعليمية على صعيد لبنان والبلدان العربية كما هو برامج تعليمية جامعة بين بلدان عربية وغربية وذلك من خلال التعليم عبل التقنيات التواصلية الجديدة تدريبات للتربويين وللمدربين أبحاث في محاور الثلاث للمعهد واستشارات على الصعيد المحلي الخاص والعام كتطوير المناهج التربوية ومن أهداف المعهد في السنة القادمة تطوير استراتيجية للتعامل مع التطرف على الصعود الاجتماعية والتربوية والدينية وفي هذا الزمن وبجوارنا ظاهرة مبدأها رفض الاختلاف وكراهية التنوع ظاهرة لا تقتصر على قتل الأفراد والجماعات بل تتعدى على الإنسانية ككل وعلى مبدأ الإنسانية لا بد لنا من جمع الجهود وتكثيفها للعمل معا للتصدي للتطرف والأحادية من خلال بناء أسس العيش معا في إطار المواطنات وبناء مناعة في مجتمعاتنا العربية والغربية من خلال التربية والتوعية على أمل أن يكون مؤتمرنا هذا وبفضل إسهام جميع الخبراء وتبادل الخبرات الناجحة وبناء الشراكات وتعزيز التعاون فيما بيننا خطوة إلى الأمام في مسيرة طويلة لا تخلو من الصعاب ولكن لن تثنين عن المضي قدما لأن شرخ خدمة الإنسان وبناء السلام يجعل من عزائمنا قوية كالصوان وراسخة كأرز لبنان وشكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا